موسيقى حياكم الله مشاهدين الكرام ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة لمطالعة أبرز ما ورد في المواقع الإخبارية اليمنية والصحف العربية أصدر هذا اليوم من عنوين ومقالات وأخبار نبدأ من موقع المصدر أونلاين ونطالع الحوثيون يختطفون 11 شخصا اثناء زيارتهم لمريض في أحد المشافي بصنعاء وقال مصدر محلي في مديرية همدان شمال العاصمة صنعاء بأن المسلحين الحوثيين وقوات صالح اختطفوا 11 مدنيا أثناء زيارتهم لأحد المرضى بالمستشفى وأوضح للمصدر أونلاين بأن محمد عوضى الحمراء وهو مدير مدرسة ابتدائية في منطقة الحمراء أصيب في ساقه بحادث مروري وهو على متن دراجة نارية وعلى إثر ذلك أسعفا إلى مستشفى في العاصمة وتضيف الصحيفة دهم الحوثيون وقوات صالح المستشفى وفرضت عليه حصارا كليا واختطفت مسعفية الحمراء وكل من جاء لزيارته الذين بلغوا 11 شخصا من أسرته وبحسب المصدر فإن مسلحي الجماعة لم يسمحوا للمريض أن يجري العملية إلا بمرافقة مسلحين حوثيين اثنين دخلوا معه إلى غرفة العمليات وأضاف لم يسمحوا لزوجته بالزيارته بعد ترجل حاضرين سمحوا لها بدقائق ركز موقع التغيير نت على الاحتفائية التي تعيشها البلاد اليوم وعلق في أحد عنوانه الرئيسية المجلس التنسيقي لقواء الثورة ثورة 11 من فبراير شعلة لا يمكن أن تطفئها الميليشية الإنقلابية وستنتصر وقال الموقع نقلا عن بيان المجلس التنسيقي إن الذكرى الخامسة للثورة لها طابعها الخاص الذي يجعلها تقف على مشارف عهد جديد يشهده الوطن في ظل الإنجازات التي يسطرها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مواجهة القوى الإنقلابية واستعادة الأمن والأمان وفرض هيبة الدولة على كامل التراب الوطني وأكد البيان أن الانتصار لثورة 11 من فبراير هو بالتغلب على كل المعوقات التي وقفت في طريق بناء اليمن الجديد والانتقال إلى بناء دولة المؤسسات والمواطنة المتساوية وإحلال السلام الذي بات الشعب اليمني في أمس الحاجة له وأشهد المجلس التنسيقي بثبات الشعب اليمني وتصديه للمؤامرات التي تحاكي ضده ووقوفه ضد القوى الإنقلابية التي اغتالت مشروع الدولة وتخلت عن كل القيم الوطنية النبيلة وشرعت في إسقاط المدن وحصارها وقادت حملة اعتقالات ضد معارضيها وأغلقت الصحف ووسائل الإعلام واعتقلت الصحفيين وشردت المواطنين وفجرت منازلهم في عدوان سافر كسابقة لم يشهد اليمن من قبل الحادي عشر من فبراير 2011 الثورة الشبابية الشعبية السلمية تاريخ يضاف إلى الرصيد الوطني على امتداد تاريخ الحركة الوطنية واستكمال مسار النضال الوطني للثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر هذا ما بدأ به ياسر الرعيني مقاله المنشور في موقع المصدر أونلاين ويقول الرعيني الحادي عشر من فبراير أعز أيامنا وأعيادنا الثورية التي تميزت بمميزات عديدة عكست النطج السياسي والثقافي للمجتمع وتوحدت الرؤية باتجاه بناء الدولة المدنية الحديثة والتي التفت حولها كل المكونات السياسية وفئات المجتمع بما فيها القوى التقليدية التي أعلنت موقفها الداعم والمؤيد لثورة الشباب والإيمان بمبادئ الثورة الشبابية الشعبية السلمية والإجماع الوطني لرفض شرعية التسلط التي جعلت الحاكمة هو الدستور والقانون لقد كان للزخم الثوري لثورة فبراير والذي لم يشهد له التاريخ الوطني مثيلاً أبعاداً ساهمت في بلورة وعي اجتماعي بضرورة بناء مجتمع مدني يدعم بناء اليمن الجديد بمسؤولية وإدراك لواجباته وحقوقه ودوره المؤثر في نجاح بناء الدولة في إطار هذا المعنى الذي تجاوز كل مؤثرات ذوابان الجهود ورهنها لأي تأثيرات حتى ما يتعلق منها بالجانب الأيدلوجي وعلى الرغم مما حققته الثورة الشبابية الشعبية السلمية من إنجازات إلا أن البعض يرى أن تلك الإنجازات ليست عند المستوى المطلوب أو كما يقال ليست في وزن الحدث أمام ما كان يتطلع إليه أبناء الوطن دون معتبار لكل الأحداث التي شهدها الوطن منذ اندلاع الثورة والتحديات الكبيرة التي واجهتها ولا تزال وباستعراض مسار تلك الأحداث فإن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي هدفت إلى تحقيق الانتقال السلمي للسلطة مع تجنيب الوطن للانهيار والدمار وما تضمنتها من محطات وصولا إلى مؤتمر الحوار الوطني الذي كان نموذجا رائدا شهد لنجاحه الداخل والخارج ومثل تجربة فريدة في المنطقة ككل وأثمر في مخرجاته وأثمر في مخرجات توافقية لأول مرة في تاريخ الوطن شملت معالجات لكل اختلالات الماضي وإرساء قواعد بناء المستقبل الأفضل فبراير من ثورة سياسية إلى ثورة ضد الطائفية والسلالية هكذا يصف موقع الموقع ثورة فبراير متحدثا عن مزاياها وما تواجهه من تحديات وجودية حقيقية ويقول الموقع حلت الذكرى الخامسة لثورة الحادي عشر من فبراير الشبابية الشعبية باليمن في ظل تحديات كثيرة تواجهها البلاد وفي أجواء ثورية متصلة بالثورة الأم لكنها مختلفة عنها في التطورات الأحداث وتتزامن ذكرى فبراير الخامسة مع استمرار العمليات العسكرية للجيش الوطني والمقاومة الشعبية لاستعادة الدولة وإعادة بريق ثورة فبراير الذي شهدته معظم المحافظات اليمنية وبات ملاحظا في عموم المنشورات التي تفاعلت مع ذكرى الثورة تحول مفهومها وأهميتها من ثورة سياسية عامة إلى ثورة ضد الطائفية والسلالية بعد التصعيد الذي مارسته ميليشيا الحوثي وانقلابها على مخرجات الثورة شهدت العديد من المحافظات فعاليات ثورية كان أبرزها في مأرب وتعز أمانة العاصمة احتفاءا بذكرى الثورة وأشعل الثوار شعلتين للثورة إحدهما في محافظة مأرب المحافظة المحررة والثانية في تعز التي لا تزال تشهد حصارا من قبل الميليشيا الإنقلابية وينقل الموقع عن البرلماني محمد مقبل الحميري قوله بالمناسبة نعيش اليوم هذه الذكرى والوطن بشكل عام يمر بأخطر مرحلة وتعز بشكل خاص تعاني الحصار والقتل والتجويع لكنها أو لكن واثقون أن أهداف الثورة ستتحقق رغم حقد الحاقدين ومكر الماكرين وما هذه الجراحات والآلام إلا مقدمة مخاض لميلاد وطن خال من العنصرية والطائفية ويسوده العدل والمواطن المتساوية الثورات تبدأ ولا تنتهي والتغيير عمل متواصل وحضور مستمر قدرنا أن نظل واقفين في الميدان لا عودة إلى مقاعد المتفرجين هذا زمن المهمات الصعبة زمن الثوار الذين يدركون حقيقة التحديات يصعب الثائر المضحي ويقول حين يدري أن المهمة صعبة هكذا أو هذا ما بدأ به جمال أنعم مقاله المنشور بمناسبة الحادي عشر من فبراير ويقول جمال ثم تتساؤلات للفيلسوف ريدريك نيتشة ربما تعنينا في هذا المسار يسأل أأنت ممن يحبون مشاهدة العرض أم ممن ينجزون عملا بأنفسهم أم ممن يغضون الطرف ويتنحون جانبا لا أيسر من الجلوس لمشاهدة العرض سيما لأولئك الذين التسقوا طويلا بمقاعد الفرجة وأدمنوا المشاهدة المسترخية ثم تفرق كبير بين أن تكون لاعبا أساسيا وأن تكون مجرد متفرج من بعيد هذا البون يرتب مواقف ورؤى مغايرة والذين رأوا في تعقيدات المرحلة وصعوباتها فرصة سانحة لمغادرة الملعب والاكتفاء بالمتابعة هم أكثر الناس لوما اليوم هذا التغيير في الموقع يجعل منهم محترفي لوم لا أكثر يلقون باللائمة على هذا وذاك تعويضا عن تركهم مواقعهم في الميدان وتحولهم إلى مجرد نضارة ذكرى 11 فبراير الحية فرصة لاستعادة الروح والدور والانخراط ثانية في المد ولملمة الكثير من المعاني التي تبدو كما لو أنها انكسرت لدى البعض في فضاء الفعل الثوري جراء الارتطامات العديدة المتعلقة بخيارات التحول عموما ربما علينا اليوم حراسة ذاكرتنا الثورية من كثير من الاقتحامات الشريرة تمت متسللون كثر يحاولون النفاذ إلى قلب الثورة وضميرها الرحب الكبير ما لم يفلح فيه النظام البائد على صعيد اختراق الساحات من الداخل يحاوله الآن شياطينه الباقية على مستوى الروح والعقل والذاكرة يقولون الثورة فشلت في محاولة لتعميق الشعور بالخسارة والندم وتقويض الروح لكأن المدى المفتوح وتجليات الواقع الجديد المتخلق من رحم الثورة مجرد وهم وسراب نحن ندرك عظم ما أنجزته الثورة ونوقن أن ما نواجهه مما لا نرغب فيه هو قدر ثورتنا الفتية التي أطاحت بنظام كهل رسخ أدواءه عميقا في مفاصل الدولة وداخل نسيج المجتمع ووعيه من المهم أن نعي جيدا جوهر الحادي عشر من فبراير أن نعرف ماذا نتذكر ولماذا نتذكر ما زلت أقول عندما يسقط المعنى تسقط المعنويات ويعلو صوت المعاناة يغد السير مخضى إرهاق لا أسوأ من أن تحي ذكرى أحد عشر فبراير وأنت واقف في الأرض الموات لا أسوأ من أن تغدو مجرد شجن وحنين لأناس أدركهم العجز المبكر وأتاحوا له قهر أرواحهم والإجهاز على بواعث القوة والحياة داخلهم نستعيد ذكرى ثورتنا الشبابية السلمية كي نستعيد معها العافية كي نواصل الإنبثاق من قلب اللحظات المشتعلة يجب أن لا نسمح للمآلات مهما كانت بأن تشوش علاقتنا بالثورة ورؤيتنا لأنفسنا في مراياها الصقيلة إلى موقع الاشتراك نت حيث ركز على فعاليات الحادي عشر من فبراير وقال في أبرز عنوينه مهرجانات حاشدة في صنعاء وتعز ومأرب احتفالاً بالذكرى الخامسة لثورة الحادي عشر من فبراير وقال الموقع احتفل شباب الحادي عشر من فبراير في العاصمة صنعاء وتعز ومأرب وعدد من المحافظات اليمنية بالذكرى الخامسة للثورة الشبابية الشعبية السلمية بعدد من الفعاليات الفنية والخطابية ففي العاصمة صنعاء رغم التشجدات الأمنية للميليشيات شهدت ساحة التغيير احتفال الرمزي للعشرات من الناشطات وعدد من الحركات الحقوقية النسوية أكدن استمرار ثورة فبراير وأهدافها في ظل دولة مدنية لجميع اليمنيين مطالبة أو مطالبين بإطلاق جميع المختطفين في سجون الميليشيا وفي بيان الوقفة ثمنت الثائرات التضحيات التي قدمها شهداء الثورة في كافة ميادين الحرية في جميع المحافظات الذين ضحوا بأنفسهم فداء للوطن ومن أجل أن يعيش كافة أفراد الشعب بحرية وأكدن أنهن على دربهم سائرون حتى تحقيق كافة أهداف ثورة فبراير وبناء الدولة اليمنية المدنية المنشودة ودعت الوقفة في بيانها إلى مقاومة الإنقلاب بكافة أشكاله الذي زج بالناشطين والسياسيين والإعلاميين في غياهب السجون والمعتقلات ومارس في حقهم كافة صنوف التعذيب الجسدي والنفسي كما أقامت الحركات النسوية وقفة احتجاجية في شارع تعز جولة خمسة وأربعين أعقبها مسيرة حاشدة إلى جوار معهد الأيتام بنفس الشارع ورفعت المحتفلات شعارات إحياء ذكرى ثورة فبراير وتجديد الولاء والقسم لدماء الشهداء قوبلت بحسب الحماس والتفاعل من قبل المارة والذين تجمعوا مؤيدين للوقفة أما في تعز احتشد الآلاف آلاف المتظاهرين في شارع جمال للاحتفال بثورة فبراير تحت شعار 11 من فبراير ثورة الحلم الحاضر نظمتها قافلة التحدي بمدينة تعز وفي المهرجان الذي أقيم في شارع جمال وسط المدينة تحت شعار 11 من فبراير ثورة الحلم المحاضر حيث قدم شباب من أبناء تعز عروضا فنية تندد بالحصار الجائر الذي تفرضه الميليشيا على المدينة منذ عشرة أشهر مؤكدين صمود المدينة في وجه القوى العسكرية والميليشيا التي تحاصر المدينة إذن مشاهدين قبل مطالعة أهم ما تناولته الصحافة العربية الصادرة هذا اليوم سنذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود ابقوا معنا نعود الترحيب بكم مشاهدين الكرام وإلى الصحافة العربية التي اهتمت أيضا باحتفاء اليمنيين بعيدهم الثوري ونبدأ من العربية الجديد والتي علقت الذكرى الخامسة للثورة اليمنية قرب هزيمة الإنقلاب الحوثي وتقول الصحيفة يحتفي اليمنيون بالذكرى الخامسة للثورة التي انطلقت ضد نظام الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح وأنهت مشروع التوريث ليأتي الانقلاب الحوثي لاحقا ويدخل البلاد في أوسع حرب تشادها منذ عام وخلافا للأعوام الماضية التي كانت ذكرى انطلاق الثورة فيها التحية بفعاليات ومهرجانات في شوارع العاصمة فقد جاء هذا العام والمعارك المسلحة متواصلة مع الانقلابين الأمر الذي لم يمنع شباب الثورة من الاحتفاء بالمناسبة بطرق عديدة خصوصا في المدن المحررة كما جرى الاحتفاء بها على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال تعميم شعارات الثورة والتأكيد على أهمية تحقيق أهدافها بإقامة الدولة المدنية الحديثة انطلقت الثورة اليمنية من خلال احتجاجات على غرار تلك التي اندلعت في تونس ومصر العملية السياسية في البلاد كانت قد وصلت إلى طريق شبه مسدود تعطلت الانتخابات وكرس الرئيس المخلوع إجراءات من شأنها التوريث لنجله الأكبر أحمد وانطلقت الاحتجاجات في البداية بدعوة من المعارضة ضد التمديد لصالح والمطالبة بإصلاحات قابلها الحاكم بالاستخفاف تتحول إلى ثورة متأثرة بربيع الحرية 2011 وتواصل الصحيفة عن فبراير انتهج الثوار في اليمن الخيار السلمي وفتح اعتصامات سلمية في مختلف المدن والمحافظات وعلى وقع الحادث الكبير المتمثل بسقوط الرئيس المصري السابق حسني مبارك تحولت احتجاجات اليمن إلى ثورة ودشن الشباب أول اعتصام مفتوح في مدينة تعز جنوب اليمن وتضيف الصحيفة وعلى الرغم من الحرب والأوضاع التي تمر بها البلاد تأتي الذكرى وسط آمال يعبر عنها شباب الثورة وناشطون وهو الأمر الغالب في التعليقات والمنشورات والتي رصدتها العربية الجديد للاحتفاء بذكرى الثورة وذلك على إثر التطورات الميدانية التي تبشر باقتراب هزيمة الانقلاب مع تقدم قوات الشرعية والمقاومة إلى الأطراف الشرقية للعاصمة صنعة أما بتحول إلى صحيفة الاتحاد والتي ركزت على الأوضاع في العاصمة المؤقتة وقالت تفعيل نشاط مراكز الشرطة في عدن بدعم من التحالف وتقول الصحيفة سأنفى مركز شرطة الشيخ عثمان بمدينة عدن نشاطه لتعزيز الأمن والاستقرار في ظل الخطة الأمنية التي تم إقرارها لتطبيع الحياة عقب تطهير المدينة وطرد الإنقلابيين منها في منتصف يوليو الماضي في حين شرعت أجهزة الأمن في المدينة بتجديد النقاط التفتيشية ضمن خطة منع حمل السلاح بشكل نهائي وقال مدير المركز الرائد محمد مطيع إن طاقم العمل عاود نشاطه بشكل متكامل في ظل الوجود الأمنية الأخيرة الرامية لتفعيل مراكز الشرطة لاستثباب الأمن وخدمة المواطنين داعينا المواطنين في مديرية الشيخ عثمان إلى التعاون مع أجهزة الأمن في تنفيذ مهمته كما أكد المقدم محمد العلواني مدير مركز شرطة المعلى أن الأمن أساس التنمية الفاعلة والمستدامة وأن تفعيل دور الشرطة ومراكزها يساعد على تأمين حياة كريمة للمواطنين مضيفاً عقب تحرير المدينة من أياد ميليشيا الحوثي والمخلوع صالحة العابثة بأمن واستقرار البلد عملنا على عودة الشرطة وقمنا بتأمين بعض المرافق الحيوية التجارية في المديرية وحالياً تزاول عملها بكل أمن وأضاف لا بد من توافر الكوادر المدربة القادرة على أن تعمل في إطار عمل المؤسسة وفق المعايير التي حددها القانون خصوصاً وأن هناك تجاوباً من المواطنين ورجال الشرطة والمقاومة في مركز الشرطة الثورة وسخب الثورة المضادة تحت هذا العنوان كتب محمد بن المختار مقاله في الجزيرة نت ويقول الكاتب لقد صحبت كل الثورات الحديثة ثورات مضادة من البدء إلى الختام وكان لهذه الثورات المضادة سخبها وضجيجها ومهرجوها من فقراء الضمائر المتشبثين بأطناب الليل الفزعين من خيوط الفجر المطل فقد انبرى الكاتب الإنجليزي أدموند بورك للتشهير بالثورة الفرنسية في كتابه تأملات للثورة الفرنسية الصادر عام 1790 أي بعد عام واحد من اندلاع الثورة وانبرى يجادل بأن في الكون أناسا خلقوا سادة وآخرين خلقوا مسودين على أن بورك كان معبرا بصدق عن موقف ارستقراطي مبدئي فهو أفضل حالا على الأقل من فقراء الضمائر عندنا اليوم ممن لحقوا بالثورات في خواتيمها ثم بالثورات المضادة في بواكيرها فلبسوا لكل موسم ثوبا تلونا وتملقا وتختلف الثورة المضادة العربية اليوم عن الثورات المضادة القديمة في أنها فعل مركزي يتم التخطيط له من عواصم عربية وتمويله بأموال عربية بدعم من خبرة غربية وصهيونية وما يهمنا هنا هو جانب الصخب والضجيج والتهريج التي تبنته الثورة المضادة العربية للتغطية على أهازيج الثورة وأصوات الحياة الواعدة وبشائر الزمن الآتي لقد برهنت الشعوب العربية لأباطلة الثورة المضادة وللعالم أجمع على أن الربيع العربية ليس في نهايته بل هو في بداية البداية كما أدركت الشعوب أن تأجيل ثمن الحرية يضاعف الثمن فالموت قدر مقدور على الشعوب العربية هذه الأيام فهي إما أن تموت مقبلة فتنال حريتها وإما أن تموت مدبرة وتبقى في عبوديتها إلى صحيفة القدس العربي والتي علقت في أحد موضوعاتها في حرب اليمن مستشفيات تحولت إلى أنقاض والجوع ينتشر تقول القدس نقلاً عن تقرير وكالة رويترز نقلت حمامة يوسف وهي سيدة عجوز بسرعة إلى المستشفى الرئيسي في واحدة من أكبر مدن اليمن بعد أن ملأت قذيفة مدفعية صدرها بالشظايا لتجد أن استوانة الأكسوجين اللازمة لإنقاذ حياتها هناك قد نفذت ويفيد التقرير شوهت الحرب المستمرة منذ عشرة أشهر اليمن الذي كان يعرف يوماً باسم اليمن السعيد ليعيش واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم حيث يواجه أكثر من نصف السكان الجوع ولم تسلم المستشفيات ويضيف تقرير ويترز ولا يجد المصابون والمحتضرون راحة تذكر في مستشفى الثورة بمدينة تعز في جنوب غرب اليمن فقد تسبب القصف الذي استهدف مباني قريبة من تهشيم كل النوافذ في حين أحالت عدة قذائف أصابت المبنى أحدى العنابر إلى حطام وقال صادق الشجاع الأمين العام لنقابة الأطباء فرع تعز وضعنا كارثي بكل ما تحمله الكلمة من معنى وأضاف أصاب القصف مستشفى السرطان الوحيد ومستشفى الأطفال مما أدى لإغلاقهما دفعت الحرب الأطباء للفرار إلى الريف للنجاة بأرواحهم كما أن أساليب الحصار تعني أننا نضطر لتهريب الأدوية عبر ممرات جبلية ويقول كثير من السكان إن الحوثيين يمنعون دخول المساعدات ويقصفون أهدافا مدنية وأنها واحدة من أسوأ الجبهات في الحرب التي تسعى فيها قوات موالية للحكومة التي أجبرها الحوثيون على ترك صنعاء في مأرس أذار للقتال من أجل استعادة العاصمة وبعد أن انتقلت الحكومة إلى السعودية دخل تحالف عربي بقيادة المملكة الحرب لتمكين الحكومة من ممارسة عملها ونجح في استرداد مدينة عدن الساحلية حيث يقيم الرئيس عبد الرب منصر هادي حاليا إلى صحيفة الغارديان والتي تابعت أحد الموضوعات العربية وعلقت في واحد من تقاريرها ما يحدث تاليا في حلب سيشكل مستقبل أوروبا تقول الصحيفة إذا ما سقطت حلب في يد نظام السوري فسوف تتخذ الحرب السورية شرسة منعطفا جديدا تماما والذي ستكون له عواقب بعيدة المدى ليس على المنطقة وحدها وإنما على أوروبا أيضا وتضيف الصحيفة البريطانية كما أن الهجوم الأخير الذي شنته قوات الحكومة على المدينة السورية الشمالية المحاصرة والذي دفع بعشرات الآلاف أخرى من الناس إلى الهرب في الأيام الأخيرة يشكله الآخر لحظة فارقة في العلاقات بين الغرب وروسيا التي تلعب قواتها الجوية دورا رئيسيا في الهجوم وتقول الغارديان ولن تخلف هزيمة الثوار المناهضين للأسد الذين سيطروا على المدينة جزئيا منذ العام 2012 أي شيء على الأرض في سوريا سوى النظام، نظام الأسد والدولة الإسلامية وسوف يتلاشى كل أمل في التوصل إلى تسوية متفاوض عليها والتي تشرك المعارضة السورية وكأن هذا هدفا روسيا قائما منذ وقت طويل وكان في صلب قرار موسكو التدخل عسكريا في سوريا قبل أربعة أشهر ليس من قبيل الصدفة أن يكون قصف حلب رمز الثورة ضد الأسد في العام 2011 قد تزامن مع محاولة عقد محادثات السلام في جنيف وهو كما هو متوقع سرعان ما تعثرت تلك المحادثات وكان القصد من التصعيد العسكري الروسي دعما للجيش السوري هو إجهاض أي إمكانية لأن تتمكن معارضة سوريا حقيقة من أن تقول كلمتها حول مستقبل البلد كما كان القصد منه إحباط أي خطط كان الغرب والأمم المتحدة قد وضعها رسميا إذن مشاهدين بهذا القدر تكون قد اكتملت الصحافة العربية التي استعرضناها هذا اليوم ولما يتبقى سوى أن نشاهد سويا مجموعة من الرسوم الكاريكاتورية وبهذا نختم حلقاتنا لهذا اليوم إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة أترككم في رعاية الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر